كما هو واضح أن هناك خلاف جذري من حيث المبدأ ومن حيث حتى التفاصيل فيما يتعلق بمحور فلادلفية التدخل الأمريكي كان منذ يومين فقط يبدو أن الولايات المتحدة كانت داعمة لمصر ورفضت الخرائط الآن هناك حديث عن محاولة التخفيف بإنشاء برجين بدلا من ثماني يعني أولا يجب أن نفرق ما بين أمرين الأمر الأول أن الموقف الإسرائيلي لا يستند إلى أي حقائق على الأرض ولا يستند إلى أي دعائم قانونية هو فقط يريد أن يختلق زرائع من أجل إفشال هذه المفاوضات من أجل عرقلة التوصل إلى أي تهدئة في قطاع غزة وبالتالي هو فقط كل الزرائع التي يمكن أن يسيرها فيما يتعلق بالعمليات في قطاع غزة فالآن بدأ يثير ما يتعلق بتواجد المستدام على محوى صلاح الدين أو فلادلفيا وما يحاول أن يصطنعوا من وجود دائم على الحدود المصرية في المقابل لدينا موقف مصري يستند إلى حقائق قانونية تعتمد على اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل تستند إلى وقائع موجودة على الأرض أن إسرائيل ليس لديها أي حقائق يمكن الاستناد عليها بوجود أنفاق على هذا المحور أو وجود أي خطر يمكن أن يمثله هذا المحور وبالتالي لا مجال ولا سبيل إلى فكرة التمسك الإسرائيلي بالتواجد على هذا المحور النقطة الأهم في تقديري أن بنيمين نتنياهو يذهب إلى عرقلة هذه المفاوضات حتى بالرغم من أن المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل لم يبدي أي تمسك بالتواجد في محور صلاح الدين وبالتالي بنيمين نتنياهو وحده هو من يريد أن يستخدم هذه الزريعة ويظهر الأمر على أنه خلاف مصري إسرائيلي وأن مصر هي التي تعرقل التوصل إلى الهدنة وهذه هي لعبة إسرائيلية معتادة في مثل هذه الأمور لكن الجميع يدرك تماما أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى هدنة الحكومة الإسرائيلية تحديدا بنيمين نتنياهو شخصيا لا يريد التوصل إلى هدنة في تقديري الولايات المتحدة مطالبة بأن تكون أكثر حسما في هذه المسألة أولا الولايات المتحدة كانت هي الراعية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وهي تدرك تماما الالتزامات القانونية على كل طرف وكانت هناك العديد من الاتصالات المكسفة في هذا الأمر ثانيا المواقف الأمريكية المعلنة كانت تشير إلى رفض الولايات المتحدة لأي وجود إسرائيلي مستدام في قطاع غزة الآن الولايات المتحدة تحاول أن تقدم تخفيفا للأمر في التقديري القاهرة متمسكة بموقفها ولديها كل الحق ولديها كل الأسانيد القانونية والواقعية والاستراتيجية التي تدعم موقفها بينما إسرائيل تحاول فقط أن تستخدم زرائع لعرقل التوصل هي ليست ذرائع أو ليست أسانيد عفوا هي بالفعل ذرائع لأنه فقط يقولون أنه حماية أمن إسرائيل يستلزم تأمين الحدود الجنوبية الولايات المتحدة بصفتها راعي لاتفاقيات أسلام هل هناك توقع أن يضع هذا الأمر اتفاقية أسلام على المحك؟ يعني أولا الموقف المصري معلن بشكل مواضح أن مصر ستحافظ على أمنها القومي بكل ما أتيت من قوة وأن أي خرق أو أي مساس بأمنها القومي سيواجه بمنتهى القوة ونتذكر أنه كانت هناك تصريحات لمسؤولين مصريين مسؤولين في هذا الأمر وقالوا أن أي مساس بالأمن القومي المصري وبأي التزامات تتعلق بهذه الاتفاقية فإن مصر ستتصدى بكل قوة حتى ولو كان الأمر يستدعي مراجعة لموقف اتفاقية السلام مع إسرائيل ولكن في تقديري القاهرة تسير وفق تدرج منطقي ومنضبط للغاية في التعامل مع الموقف هي تريد أن تنزع أي فتيل للأزمة التي يفتعلها بنيامين نتنياهو هي تتعامل بحكمة وبحرص شديد مع محاولات التزرع الإسرائيلية لعرقلة جهود التهديئة تحاول أن تكشف عبر الاتصالات الدبلوماسية المكسافة خاصة مع الولايات المتحدة أن إسرائيل هي التي تعرقل هذا الأمر وهي التي تحاول أن تتواجد بشكل غير مشروع في هذه المنطقة كشفت الكثير من الحقائق المتعلقة بمحور صلاح الدين وتحدث الإسرائيليين أن يقدموا دليلا واحدا عن أن هذه المنطقة استقدمت لتهريب الأسلحة وإسرائيل قبل أي طرف آخر تعلم أن هذه المنطقة لم تستخدم للتهريب وأن مصر بالفعل استطاعت عبر سنوات طويلة من سد هذه الأنفاق وحماية الأمناء القومي في المقام الأول حقيقة ولكن أيضا هذه المنطقة آمنة تماما ولم تستخدم في أي عمليات للتهريب النقطة الأهم إسرائيل تحاول أن تضع أو تفرض أمرا واقعا لا تقبله الاتفاقيات الدولية وغير موجود في الاتفاقيات الدولية لأن هناك حالة من الحقد الحقيقي على الموقف المصري تجاه قطاع غزة لأن معبر رفح كان هو الشريان الوحيد المفتوح الذي لا تسيطر عليه إسرائيل وبالتالي تواجدها على هذا المحور وتواجدها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هدفه الأساسي حرمان الفلسطينيين من شريان الحياة الوحيد الذي يمكن أن يغيث الفلسطينيين في هذا التوقيت ويعوق جهود الإغاثة وكان معبر رفح مفتوحا دائما وبشكل مستمر لإدخال المساعدات وإدخال الأدوية والإنقاذ صحيح وهذا هدف يعني لا خلاف عليه ويعني يكاد يكون معلن من الجانب الإسرائيلي لكن الحديث عن أو نقل الصراع وأن يكون محور الخلاف هو محور فلادلفيا هل يعني بذلك نيتنيا أو يقصد بذلك إلى أنه يقضي على كل البنود الأخرى ولا يكون هناك طموح لوقف هذه العملية العسكرية لأنه صقف طموح يتداعى صحيح صحيح أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الأهم لدى بنيمين نتنياهو هو استمرار الحرب بأي ثمن وبأي طريقة في البداية كان يشير إلى أن حركة حماس لم تلتزم أنها تريد أن تغير بعض الشروط الآن بعد موافقة حركة حماس على الصيغة الأمريكية عاد ليسير نقاط أخرى متعلقة بمحور نتساريم وتفتيش العائدين إلى شمال غزة ثم ما يتعلق بمحور صلاح الدين أو محور فلادلفيا كل هذه الأمور أنا في تقديري الشخصي وفي تقدير كثير من المراقبين هي مجرد محاولات لاختلاق أسباب لعدم وقف الحرب حتى فيما يتعلق والتصرحات يمكن أن نعود لتصرحات المسؤولين الإسرائيليين أن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرة ووقف القتال لا يعني إنهاء الحرب ماذا يعني؟ وبالتالي هم يتحدثون عن لغة رتمات حقيقية يحاولون أن يوجدوا حالة من التوتر حالة من المبررات التي تديم هذا الصراع وتستمر وتطيل أمده أنا في تقديري إلى أن تنتهي الانتخابات الأمريكية ويأتي دونالد ترامب لأن بن يمين نتنياهو يراهن على مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومن ثم يمكن أن يسانده فيما لم يستطع أن يحققه في ظل إدارة بايد الحديث عن مراجعة اتفاقية السلام أو أن هذا الأمر يسير حفيظة مصر هل هذه الأمور لها وقع على عقل نتنياهو أم أنه ربما يكون هو الهدف بالأساس هو هذا التحرش السياسي بمصر يعني أولا إسرائيل ليست موحدة في أو القيادة الإسرائيلية ليست موحدة في النظر إلى هذه النقطة الحساسة أولا المستوى العسكري يدرك خطورة هذا العمل وخطورة الاستفزاز للدولة المصرية وكثير من القيادات العسكرية تحدثت عن أنه من الخطر أن ندخل في مواجهة مع مصر في هذا التوقيت أو على الأقل أن تتوتر الأجواء مع مصر في هذا التوقيت أعتقد أيضا المستوى الأمني يتفهم خطورة ما يقوم به نتنياهو وحده نتنياهو وحكومته المتطرفة وبعض العناصر اليمينية المتطرفة في الحكومة هي ما تريد أن تذهب بعيدا وتقفز للأمام لإدامة هذا الصراع واستمرار هذا الصراع وبالتالي هي لا تفكر في العواقب بقدر ما تفكر في تحقيق الهدف الآن المباشر الآن وهو إطالة أمد الصراع حتى وإن كان ذلك على حساب المصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية هل تراهن على الدبلوماسية أن تلعب الدبلوماسية دور في أن يتخذ موقف سريع وأن الدبلوماسية تطيل أمد التفاوض وبالتالي هو يكسب المزيد من الوقت لإطالة هذه أحد الأدوات التي تراهن علي الحكومة الإسرائيلية وأعتقد الرهان الأكبر من جانب نتنياهو على الموقف الأمريكي الداعم لأنه يدرك تماما أن الولايات المتحدة لن تترك الأمور تصل إلى حد الصدام وستتولى حماية إسرائيل والتدخل لصالح إسرائيل ومن هنا أعتقد أن المسئولية الأهم تقع الآن على عاطق الإدارة الأمريكية وعلى عاطق واشنطن في أن تقف أمام هذا الاستفزاز الإسرائيلي وأمام هذا الاختلاق الإسرائيلي للزرائع وافتعال الأزمات لأنه في النهاية الأمن والاستقرار الإقليمي يتعرض للخطر ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يمتد التوتر إلى حرب إقليمية شاملة وبالتالي أنا في تقديري الولايات المتحدة هي التي يجب أن توقف هذا الصلف الإسرائيلي وأن تضغط على بنين نتنياهو ضغطا حقيقيا وليس هذا الضغط اللين الذي نراه منذ أكثر من عشر كلما تحدثنا عن واشنطن أو البيت الأبيض أو الولايات المتحدة نتساءل من المقصود في الولايات المتحدة هل بايدن بإدارات التي تنتهي وتلفظ أنفاسها الأخيرة في أيامها الأخيرة وبالتالي الأولويات مختلفة هل كمال هارس التي تصر الآن على الدخول على القطر بدليل مشاركتها في المكالمة الهاتفية أو بتصريحاتها وهو ما سنناقشه يعني من في الإدارة الأمريكية للأسف الشديد الجميع يدرك أن مطبخ السياسة الأمريكية يقع فيه أكثر من يد وليس هناك طاهن واحد للسياسة الأمريكية هناك الكونجرس هناك البنتاجون هناك البيت الأبيض هذا في الظروف العادية في الظروف العادية ليس في هذا الوقت الحال وحتى في هذا التوقيت لدينا انقسامات أكبر حتى داخل الإدارة الأمريكية وداخل الحزب الديمقراطي وداخل الحزب الجمهوري ورأينا كيف كانت هناك اختلافات حتى داخل الحزب الديمقراطي هناك طيار يدعم أن يتم الضغط على بنيمين نتنياهو في المقابل رأينا مواقف بايدن وأنتوني بلينكين وغيرهم وبالتالي أعتقد أن هذا التخبط وهذا الارتباك في عام الانتخابات الأمريكية استفاد منه بنيمين نتنياهو استفادة عظيمة في حقيقة الأمر وللأسف استطاع أن يلعب على التناقضات الأمريكية في هذا التوقيت وبشكل مكنه من استمرار هذا الصراع وإطالة أمده حتى هذه اللحظة أنا في تقديري كمال هارس نعم تقدم بعض المواقف الخطابية التي يمكن أن يفهم منها أن تحاول أن تتميز عن موقف بايدن لكن في المقابل لننسى أن الحزب الديمقراطي في مؤتمره الانتخابي تجاهل مناقشة القضية الفلسطينية ومنع متحدثين من أصول فلسطينية أن يتحدثوا في هذا المؤتمر كمال هارس تحدثت عن إمكانية أو ضرورة الضغط للتوصل إلى اتفاق لكن ليس بيدها وأوراق ضغط حقيقية في تقديري بايدن يجب أن يكون هناك له رؤية فيما يتعلق بالضغط على نتنياهو لكنه يخشى أيضا وهناك ضغوط داخل الحزب خوفا من اللوبي الداعم لإسرائيل والمنظمات الداعمة لإسرائيل لأنها أكبر ممول لحملات الانتخابات الحزب الديمقراطي وبالتالي الموقف معقد ومتشابك للغاية وللأسف الشديد كل هذه التشابكات تغل يد الإدارة الأمريكية وتجعلها مرتبكة وغير قادرة على تقديم ضغط حقيق على بنيمين نتنياهو ولكن في تقديري يجب أن تكون هناك أو ما يسمى بالدولة العميقة التي تحفظ المصالح الأمريكية العليا هذه المؤسسات يجب أن تتدخل بشكل قوي للضغط على إسرائيل ولكن للأسف حتى الآن لا نجد سوى دعما لإسرائيل بشكل متمه الإجابة في جملة هل بالفعل الولايات المتحدة يدها مغلولة؟ هي لا تريد ليس لديها الإرادة السياسية الكافية لتضغط على إسرائيل دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار شكرا جزيلا شكرا جزيلا